السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا صدق حدثي في المقابلة السابقة كما توقعت المقابلة كانت ستكون مقابلة ترك للدفاع الركان الى الوراء وانتظرنا الفرصة المنتبة للانقضاء على بلجيكا بلجيكا لا ننسى مصنفة ثانية عالميا بعد البرازيل الفرق الكبيرة تبقى كبيرة ولو كانت مريضة فكلنا يتذكر المانيا وما حصل مع البرازيل كذلك خصوصا المانيا كنا نشهد معها في بعض الاحيان المجد وفي احيان اخرى تسقط لكن رغم انها جريحة لكنها تلضغ مثل الافعال اذا لعب مع بلجيكا لم يكن سهل بلجيكا من عظماء كورة القدم ودليل هو ترتيبها في الفيفا اذا في الفيديو السابق قراءة المقابلة كانت صحيحة حيث ان المغرب ركن للدفاع وكما ترون هنا لم نتقدم الامام الا بعد التغيير عند دخول حمد الله ودخول الصابري اذا في الشوطة الاول كان فقط بوفال وزياش من يصعدون وكما نعلم ان بوفال وزياش هم ليسوا بمهاجمين الذين يسجلون عادة مع المنطقة المغربية اذا غالبا الاهداف كانت تأتي من الدفاع لو تتذكرون ففي ايام الفيرونار كان بنعطية كان ضرار اذا في هذه التشكيلة لم نكن نسجل بالاضهراء اليمين او الايصار كيف قرأت ان المنتخب سيركن للدفاع بادخال نصيري فنصيري دوره يعني لاعب هو مدافع وهمي او مهاجم وهمي نعم طاقته وموهبته في كل القدم تناقش ليس باللاعب دو القيم الكروية او كما يقول نقول بالدرجة رقيقي لكن يستمع وينصد جيدا لتعليمات المدرب وجميع المدربين يعشقون مثل هؤلاء اللاعبين الذين يقومون بتطبيق التكتيك حرفيا داخل رقعة الملعب نصيري ينفع في هذه القضية فيما يخص زياج زياج متمرد لا يستمع للبكتيك المدرب لكن مع المنتخب على ما اظن انه ليس مشاكس كما مع تشيلسي تمرده هذا يبدو في الاندية لكن مع المنتخب ينضبط في خلاف بلجيك بلجيكا صراحة كانت تسكن عند مربع عمليات المغرب لكن خطة الكروية اضعفت اضعفت هجوم بلجيكا ركزت على الدخول من الوسط الاطراف باذا هازارد واخيح لكن لم تؤتي اوكلا اه نرجع الى تنقيط المقابلة فكما ترون حصلنا على تنقيط جيد فرومان سايس للاسف ليس هو من سجل بل تنقيط ثمانية كان يعطى لصابيري لكن بحكم انه احتسب الهدف لسايس فتنقيطه ثمانية انا في هاته في هذا الفيديو اريد ان اشيد بمدافع الوداد عطية الله صراحة كنت متخوف من عطية الله لكن المستورد الظهر به لم يظهر انه لعب المطولة المحلية المغربية بل اظهر علوه كعبه و اظهر شخصيته وكذلك في المقابلة لعب صراحة بميزات هجومية ودفاعية في نفس الوقت ولو تتذكرون فهو من قلب موازين المقابلة فبمجرد دخوله فهو من تحصل على ضربة الخطأ التي اتت في مكان دوماس ميونير وقام بتزديدها الصابري ولو تتذكرون تلك اللقطة الذي ظهر فيها بوفال غاضب عند خروجه ما ان وصل الى مرمى كورتو حتى نسجل الهدف ورجع ليحتفل مع اصدقائه وكانت تلك ضربة حظ كون ان من غير المقابلة هم من دخلوا في شوطة ثانية اذا نشيد هنا بدور منير كاجوي لان كاجوي قام بمقابلة ولا في الخيال تصور ان يتم استدعوك الى التوانين الاخيرة ولو تعلمون فان قبل اي مقابلة يجب هناك فكل لعب يدخل في جو المقابلة نفسيا تصور انك في دهنك انك خارج الاوراق المقابلة ويتم استدعوه من طرف المدرب ويجب ان تدخل نفسيا لكنه لعب محترف دخل مباشرة في اجواء المقابلة وقام بمباراة خيالية في نشيد كذلك ببخلالة الذي اعطانا صراحة مقابلة الملوك تلك الافعال تلك الطريقة الاحتفالية التي اعطاها قام بها بعد تسجيل الهدف كانت احتفالية اجمل من الهدف لنلقي نظرة على الاحصائيات فبناطق اللاعب كانت في وسط الميدان كانت معركة وسط الميدان بامتياز 48% من الكرة لعبت في وسط الميدان فيما يخص الكرة فقط 28% وصلت الى جهة المغرب لكن لم تكن فعالة ونحن وصلنا بـ 24 لكن سجلنا وكننا فعالين رغم قلة وصولنا الى مناطق بلجيكا بلجيكا اعتمد على الجهة اليسرى حيث هناك هازارد أو وسط لان لديهم ملاعبين ذوق قيمة عالية في وسط الميدان هنا نتحدث عن نتحدث عن هازارد بطبيعة الحال والطور كان هازارد متشي بط شوائي هل كان يلعب بل كما يقال كان في جيب نيف أقرد أو عنده جيب رومانسيس ننتظر ان يخرجه من جيبه تحية لرومانسيس ونيف أقرد مقابلة الملوك بقابلة الملوك عمره بالطراحة روعة قام بقابلة التاريخ نذهب الى التسديدات فبلجيكا قامت بتسديدات قامت بتسديد الكرة نحو المرمى حوالي عشر مرات ونحن كذلك عشر تسديدات نحن تفوقنا على بلجيكا بأربع تسديدات مؤطرة وستة غير مؤطرة ولكن تلك الأربع التسديدات سجلنا منهما هدفين سنلقي نظرة على التسديدات المؤطرة التسديد الأولى كانت في حوالي الدقيقة العشرين والدقيقة الخمسة والستين والدقيقة الثانية والخمسين وقد أنقذها مونير كاجوي فيما يخص المغرب سجلنا هدفين في الدقيقة الاثنان وتسعون وفي الدقيقة ثلاثة وسبعون عن طريق ضربة خطأ من طرف الصابري حمض الله قام بتسديدات مؤطرة وزياش في حوالي الدقيقة الخمسين تلك الهوائية وهذه الكرة التي تكررت مع زياش كان يسجل على الأقل واحدة من ثلاثة سجدات يسجل غالبا منها وقد رأينا ذلك مع تشيلسي ما أعجبني في مقابلة المغرب وهو الاستحواذ على الكرة فالمغرب كما لاحظتم معي في نسبة الاستحواذ استحواذ على ثلاثة وثلاثة من القرات لكن سجل وهذا ما كنت أشيرنا في فيديوهات سابقة عندما تكون تسيطر على الكرة لا يعني أنك متحكم في المقابلة بل فقط مضيعة للطاقة وهذا دليل ما حصل مع بلجيكا خلال الدقة الأخيرة انهار دفاع بلجيكا لأنه سيطر على الكرة حاول أن يبني هجومات واستنزف طاقته وبذلك لم يكن فعالا أمام المغرب شيء يجب أن أشير إليه هو الأخطاء فالمغرب يقوم بأخطاء كثيرة كما تعلمون دور المجموعة يعتمد على البطاقات الصفراء والحمراء واللعب النظيف إذن في حالة حصولنا على بطاقات كثيرة سيؤثر علينا إذا تعدنا مع بلجيكا أو كندا أو كرواتيا في النقاط حصلنا على بطاقة الصفراء لكن كرواتيا في المقابل فازت بفارق الأهداف إذن كرواتيا هي الأولى في المجموعة سأذهب إلى التسديد التمريرات فنحن للأسف نمرر قليلا إذن هناك 652 تمريرة نجحنا في 84 رقم جيد في 174 تمريرة كانت صحيحة القرات الطويلة كانت من نصيبنا والقرات العرضية كذلك فيما يخص الإضغيب المحاولات الهجومية أو المراوغة المراوغة كانت 50% وذلك بوفال من أحسن المراوغة في الدول الفرنسية لذلك كان هذا من نصيبنا تضيع القرات كانت جهة كندا وما لم أحب بصراحة في مقابلة المغرب وهو تضيعنا للتنائيات فالتنائيات كانت 50 تنائية نجحت بلجيكا في اقتناصها وبما يخص التنائيات الهوائية كانت 15 من نصيب البلجيكا لكن الأرغم ستوقع قريبة ولكن يعجبنا أن المغرب لم يستطيع الحفاظ على الكرة في بعض الحيان كنا نعطيهم فرص لتسجد خصا في بداية المقابلة فلم نستطيع الحفاظ على الكرة لمدة طويلة وفي بعض الحيان عندما تعطي الكرة سهلة للخصم قد يلدغك خصا عندما نتحدث عن الكبار القارة إسبانيا برازيل كندا أمريكا أو البرتغال في مقابلة كندا ستكون مقابلة جد جد صعبة كون كندا تسوفر على على عدائين وليس على لعبي كرة قدم عندما نقول عداء يستطيع الجري لمدة 90 دقيقة دون أن يتعب وهذا خطير على المنتخب يتوفر على مدافع كسيس سيس هو لعب جيد لكن عندما نتحدث عن السرعة عندما ترى مهاجمي كندا كندا لديهم مهاجمين جد 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 فعالين أمام المرة في مقابلة أكرواتي سجلوا خلال دقيقتين كانوا ينتقلون بين الهجوم والدفاع عن طريق مجموعة عن طريق تركيبة كاملة يعني الفريق كامل بأكمله يهاجم وهو الفريق بأكمله يدافع هذا يؤثر على الطراوة البدنية وعلى قدرتهم على تحمل مقابلة لن يستطيعوا المجارات هذا النسق من الدقيقة الواحدة إلى الدقيقة التسعين لكن هم فعالون فمجرد أن تكون الكرة بحوزتهم عندما نسمي في منطقة العمليات فأعلم أن ذلك سيكون هدف وهذا ظهر من خلال تسديداتهم إلى المرمى ننظر إلى تسديدة الأولى التي كانت عند الدقيقة الثانية وجاء من الهدف عن طريق دايفز وبعد ذلك لكن ما ينقصهم هي تلك التسديدة الدقيقة فقط قاموا بتسديدة واحدة مؤثرة خلال دقيقة المقابلة وهذا عيب كون كندا لا تسوفر على خبرة كبيرة في كأس العلم لكن هذا لا يعني أنهم فريق سهل بل سيكون بالمرصد وقد يقصي المغرب إذا استصغرنا وهذا ما حصل مع بلجيكا فبلجيكا لو تعلمون أنها قامت باستصغار المغرب وظهر ذلك من خلال تصريحات هذرت في المقابلة الصحفية فقد تمنى لنا حظا سعيدة مع أكادة وعليب أن المقابلة كانت معنا ضد فريق المغرب هذا يظهر أنه غير لا يهتم حتى بالخصمه ولا يعرف من سيلاقيه وعندما تحدث عن هازارد هازارد لو كان لتمرن جيدا كان مع أساطير القرى مع ميسي ورونالدو لكنه أختار الوجهة الأخرى وجهة هلونبورجر ولدعي لكريتك الأشياء نتمنى أن نحض موافق لللغبة الوطنية وللمدرب وليد الرجراغي الذي أظهر حس الخبس الكروي والدكاء ونتمنى أن يدخل تشكيله صراحة تشفي في الغليل لو ركزنا على نقاط قوة كندا كندا السرعة السرعة ثم السرعة اعتمنى أن يعتمد النهج الدفاعي الذي لم يكن أحد يتفق معه كون نهج خطير لأنه يمكن تستقبل هذا في لحظة لكن أظهر نجاعته هذا الفكر كندا خطورتها في العدائين التي تتوفر عليهم لكن نقاط ضعفهم هي تلك المساحات التي تبقى وراء اللاعبين عندما يلعبون بتلك الطريقة يتركون مساحات خلفهم يستطيع المغرب استغلالها لو لاحظوا معي في مقابلة كرواتيا يصعدون من وسط الميدان وهذا يعطي حرية كبيرة لزياج بوفال وكذلك حكيمة ومزراوي للصعود أتمنى أن يدخل عطية الله لأن عطية الله أسرع من نقم ثلاثة من مزراوي فمزراوي لم يبدو أن الإصابة أترث عليه ولم يعود بتلك الفعالية التي عادنا مع البايرل لكن لو دخل عطية الله سيكون مفتاح المقابلة كما كان مفتاح مقابلة بجريكا ودخول عن طريق الأجنحة خصوصا لدينا مرابط وسط الميدان كذلك وغيرد ولكن هذا يعني أنهم يستطيعون الحفاظ على الشباك لكن مع وجود أملح وأناحي في وسط الميدان أظن أن الأمر سيصعب رغم أن أتوقع أن يدخل صابيري في الشوطة الأول أتوقع أن يدخل مكان أناحي أو أملح أتوقع أن يترك أملح لأن أملح يقاتل وأن يغيره في الشوطة الثانية كون أملح رغم أنه مصاب لكن يقوم بارتماءات انتحارية رغم أنه غير فعال لكن سنحتاجه في مقابلة كين سد يتم ملع مرور كندا من وسط الميدان كندا بهذه الخطة لن تستطيع فعل شيء مع المغرب كون المغرب لديه حائطين حائطين صد في وسط الميدان والدفاع وقد شاهدنا ذلك خصوصا مع دخول اليميق الذي قام بابتلاع لوكاكو لوكاكو الذي جاء من عهد قوم عاد صراحة لوكاكو لم يظهر الإصابة تأثيرها لا زال قائمة عند لوكاكو صعب أن ترجع من الإصابة وأن تدخل في أجواء كأس العالم بسرعة غالبا في كأس العالم تحتاج إلى وقت طويل للأسف لكي تأقلم مع أجواء المسابقات المسابقة عالمية تشهد تطلب مجهود بدني كبير إذن كندا كما لاحظتم دائما تهجم من وسط الميدان وعندما لا يجدون حلول فيقوم المدرب بتغيير اللاعبين ويركز على الجهة اليسرى نفس هذه الخطة لعبت بها كما قلت الخطر الوحيد وهي السرعة وهذا الكون عندما تلعب في ظهر المدافع تستطيع وصل بسرعة وهنا تكون الخطورة أتمنى أن يرجع بونو بونو أهميته هي نفسية أكثر معنوية عندما يظهر بونو في المرمى فكما حصل مع اللاعبين المغاربة كورتو عندما كان في المرمى يعلمون أن كورتو ليس بحارسة سهل فعمل نفسي مهم خلال هذه المسابقات الكبرى هذا كل شيء في هذا الفيديو إلى فيديو قدم إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر